بسم الله الرحمن الرحيم ومن يغنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتغيتن فلا تخلعن بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض وقلن قبلا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطاهركم تظهيرا فاذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا عضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا فإذ تقول للذي أنعم الله عليه بأنعمت عليه أمسك عليك زوجك فلما غضى زيد منها ذقرا زمجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا غضب منهن بطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله بخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه ذكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلغونه سلام فأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونبيرا فداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله ثغلا كبيرا ولا تتع الكافرين والمنافقين بدعوا أذاهم وتوكل على الله فكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن بسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد أعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤذي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرغين بما آتيتهن كلهن فالله يعلم ما في قلوبكم فكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك فكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى تعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم فالله لا يستحيي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وغلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكعوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخبانهن ولا أبناء إخبانهن ولا أبناء أخباتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد يحتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فكان الله وفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مروا والمرجفون في المدينة لنغري أنك بهم ثم لا يجاذرونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تغتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد السنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين بعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيلا ربنا آتهم غفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذب موسى فبرأوا الله مما قالوا أكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفغن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض بله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها فهو الرحيم الغفور لقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلا بربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أسغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم فيرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد بقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أن به جنة بللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب بغلا للبعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء بلأرض إن شاء نخصف بهم الأرض أبنسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا دافود منا فضلا يا جبال أذبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير بلسليمان الريح غدوظها شهر ورباحها شهر وأسلنا له عين القدر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجباب بقدور الراسيات يعملوا آل دافود شكرا بقليل من عبادي الشكور فلما وضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين بباتي أكل خمض وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور فجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فلقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك فربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق فهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلاه تنأوثي ولا للمبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق فهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيقولون متى هذا الغعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذا الظالمون مبقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استلعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استلعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استلعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا فأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به شافرون فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أبلادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا بهم في الغرفات آمنون فالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا غرا فنقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم فقالوا ما هذا إلا إفك مفترا فقال النذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سعر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعذكم بباحدة أن تقوموا لله مثنا بفراتا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله فهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يغذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد قل إن غللت فإنما أضل على نفسي فإن اهتديت فبما يوعي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت فأخذوا من مكان قريب فقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد فقد كفروا به من قبل فيغذفون بالغيب من مكان بعيد فحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا بثلاثا برباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ما الأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك فإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوما إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون فالله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسغناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور فالله خلبكم من تراب ثم من نضفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنفا ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينغص من عمره إلا في الكتاب إن ذلك على الله يسير وما يستبي البحران هذا عذب ثرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها فترى الفلك فيه مباخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والغمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك فالذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الثقراء إلى الله فالله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب بأغان الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه بين الله المصير وما يستفي الأعماب البصير فلا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستفي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الغبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر والكتاب المنير ثم أخذت الذين شفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألفانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألفانها بغرابي بسود ومن الناس والدذاب والأنعام مختلف ألفانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أبحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أغرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مغتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفعل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسافر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير نقال الحمد لله الذي أذهب عنا لحسن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا الغير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم الغيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركائكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فأغسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض بمكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحبيلا أبلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاغبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوبة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذن قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمحون فاجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا رب ما يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أغصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي قضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ولال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين ترجمة نانسي قنقر